اشتركوا في القناة على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5 ملايين دينار بواقع 30 فلسا للسهم الواحد ووافقت العمومية العادية على تخصيص مبلغ 25 ألف دينار للأعمال الخيرية وتخصيص مبلغ 10 ألاف دينار لدعم المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتسويقية وتدوير مبلغ 3 ملايين دينار تقريبا كأرباح مستبقات ترحل للسنة القادمة كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة فنادق الخليج على إضافة نشاط مكتب لإدارة الشقق الفندقية تحت التأسيس ونشاط إدارة الشقق الفندقية إلى أنشطة السجل التجاري والله كما تشوف المساهمين كانوا مرتاحين من أداء الشركة ويتفهمون وضع الشركة الحالي وخطواتها المستقبلية نحن طبعا أعلن أن حنا أبني فندق في دبي بيكلف تحليما 40 مليون دينار كمانيا أبني كذلك شقق فندقية جفيل لإدارتها وعندنا مشاريع تانية حقيقة تحت التدوير إن شاء الشركة خلال الفترة القادمة يكون أرباحة كثيرة أكثر أصدر رئيس مجلس إدارة برصة البحرين السيد يوسف عبدالحمود قرر بشأن استحداث السوق الصناديق الإستثمارية العقرية في برصة البحرين وإضافته إلى الأسواق المعتمدة من قبل البرصة للتداول وستتمكن الجهات الراغبة من إدراج الصناديق الإستثمارية العقرية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزية في هذا السوق كما يمكن تداول هذه الصناديق من قبل المستثمرين في السوق الثانوي طبقا للقواعد العامة للتداول الواردة في مجلد قواعد السوق الجدير بالذكر أن نظام تداول الألي في البرصة يضم العديد من الأسواق مثل السوق الأسهم وسوق أدوات الدين بالإضافة إلى سوق صناديق الإستثمارية وسوق أذنات الخزينة وسوق الصناديق الإستثمارية العقرية سوق صناديق الإستثمارية العقرية سوق صناديق الإستثمارية العقرية